لا شيء يشغل اهتمام التونسيين سوى تشكيلة الحكومية المنتظرة من جانب رئيس الوزراء المكلف هشام لمشيشي خاصة بعد الجهود الكبيرة والمشاورات المستفيدة التي قام بها لمشيشي وسط تجذبات بين القوى السياسية وقبيل انتهاء الاجال الدستورية لاعلان الحكومة الجديدة استقبل الرئيس التونسي كايس سعيد لمشيشي في كاسر كرتاج ما زاد من التكهنات بقرب الافصاح عن التركيبة الوزارية المرتقبة الا ان الرئاسة التونسية اوضحت ان سعيد بحث مع لمشيشي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وسبل تحسين معيشة المواطن التونسي وفي الخامس والعشرين من يوليو الماضي كلف سعيد لمشيشي بتشكيل الحكومة خلال شهر وفق الدستور لكن هذه المهلة غير قابلة للتجديد وهو ما يفتح الباب امام الذهاب الى فرضية واحدة وهي العودة الى رئيس الجمهورية الذي بدوره سيقوم بحل مجلس نواب الشعب هذا الوضع السياسي المتأزم دفع الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين طبوبي للتحذير من ان تونس تعيش مرحلة دقيقة وحرجة لم يصبق لها مثيل مرجعا اسباب ذلك الى استمرار الفوضى وتفشي الفسد وما وصفه بحالة الانفلات القانوني والمؤسسي كما كشف عن ان بعض القوى تسعى لضرب مقاومات ومكتسبات الدولة لصالح جماعات ارهابية وقوى خارجية ومع تمسكه بحكومة كفاءة مستقلة ورفضه تشكيلها على اساس حزبي يحاول لمشيشي حتى الرمق الاخير التي يكون تشكيلته الوزرية في صراع مفتوح مع الاحزاب والقوى التي بامكانها عرقلة هذه الحكومة اشتركوا في القناة